أسعد الله أوقاتكم أحبتي المتابعين للشوط الثالث وحيكم أحلى تحية ونأخذكم للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات الرياضية التي نحلسه في فريق عمل الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز أن نضعها أمامكم أولا بأول بإمكان جميع مشاهدين متابعة الحلقة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية جولة هذا اليوم سادتي المشاهدين نبدأها كالمعتاد من أهم العناوين المنتقب الأولمبي العراقي يجدد لقاءه الثاني الخميس مع نظيره السوري على ملعب كربلاء الدولي في إطار استعداد الفريقين لتصفيات أسيا الأولمبية وزارة التعليم العالي تبحث صيغة قانونية لغرض حل إدارة نادي الطلبة ومساعد مدرب الفريق حيدر محمد في تصريح للشوط الثالث يتحدث عن إدارات بعض الأندية ويتهمها بتلاعب بنتائج مباريات الدورية وفي حق الرد الذي يكفله برنامج الشوط الثالث لجميع المتحدثين إدارة نادي الشرطة الحالية ترود على الرئيس الأسبق الكابتر رياض عبد العباس بالوثائق وتؤكد موقفها القانوني هذه كانت أهم العناوين نأخذكم إلى التفاصيل ونبدأ من اللقاء الثاني الذي يتجدد بين الشقيقين العراقي والسوري على ملعب كربلا الدولي إذ يخذ منتخبنا الأولمبي لقاءه الثاني في طريق الاستعدادات لتصفيات أسيا الأولمبية التي ستقام منتصف الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية ويواجه نظيره السوري في مباراة ثانية تأتي في إطار هذه الاستعدادات بعد أن حقق المنتخب الأولمبي العراقي فوزه الأول على الأشقاء السوري بثنائية نظيفة وأكد المدرب المساعد للأولمبي عباس عبيد إن لاعبي فرق الزوراء والجوية ونفط الوسط التحقوا بالمنتخب بعد مشاركتهم مع فرقهم بدور الكرة الممتاز وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد بقيادة طاقم تحكمي عراقي من جهة أخرى أكدت إتحاد الكرة أن المباراة لن تنقل بسبب طلب متعاهد المباراة بعد أن عزف الجمهور العراقي عن حضور هذه المباراة وبالتالي لن تنقل هذه المباراة بين الأولمبي العراقي ونظيره السوري موفقية والنجاح لمنتخبنا الأولمبي في طريق أعداد لتصفيات أسيا الأولمبية أيضا نتمنى من جمهورنا الكريم العزيز الرائع أن يكون حاضرا في مباراة هذا اليوم ليكون أكيد العامل المساعد لتقديم مباراة تليق بمكانة المنتخبين الشقيقين العراقي والسوري الأولمبيين مشاهدين الأحبة دوري الكرة الممتاز يتواصل على الرغم من كثرة التأجيلات يوم أمس شدد فريق الشرطة قبضته على ملاحقة المتصدر نادي النفط وحقق فوزا على فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم الأربعة على ملعب الشعب الدولي في إطار الدور السابع عشر من المرحلة الثانية ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر النفط ونجح نفط الوسط من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدف أحرزه أياد خلق في الوقت بدل الضائع وتمكن الشرطة من إدراك هدف التعادل بضربة جزاء عن طريق ولي سالم في الدقيقة 54 بعد إحثار اللاعب نفسه ومنح المهاجم مروان حسين التفوق للشرطة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 75 عندما تابع كرة ردها الحارس جلال حسن بهذا الفوز رفع الشرطة رصيده إلى 66 نقطة من 32 مباراة متخلفة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي النفط اللي لعب 31 مباراة مبروك لفريق الشرطة حظ أوفر لنفط الوسط اللي يعاني بصراحة من بعض الأمور لكن نتمنى للموفقية والنجاح هذا الفريق اللي أثبت علو كعبة خلال فترة تواجدة في دوري الأضواء حصل على الدوري حصل على الوصيف وهو الآن ضمن المربع الذهبي لفرق الدوري الممتاز أيضا نبارك لفريق الشرطة النتائج الجيدة تحت قيادة المدرب ناظم شاكر اللي الآن يواصل ملاحقة فريق النفط المتصدر اللي يعني يفصل عن الشرطة نقطة واحدة ومباراة واحدة نتمنى الموفقية والنجاح للفريقين أيضا المشاهدين الأحبة مثلما وعدناكم يوم أمس بأننا سنكون في قلب الأمور الفنية لنادي الطلبة لكن قبل أن نذهب إلى تدريبات الفريق الأنيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآن تناقش مع وزارة الشباب صيغة قانونية لحل إدارة نادي الطلبة برئاسة على أكاظم مصدر مقرب للشوط الثالث تحدث هذا اليوم أن وزارة التعليم تبحث عن صيغة قانونية لمطالبة وزارة الشباب بحل الهيئة الإدارية للنادي بعد عطلة العيد وقال المصدر أن هناك اجتماعا جمع مدير مكتب وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى برابطة إنقاذ الطلبة المشكلة مؤخرا وتم خلال الاجتماع التداول حول الصيغة التي يتم بموجبها حل الإدارة لفريق الطلبة التي كانت سببا في تدهور أوضاع النادي من وجهة نظر رابطة إنقاذ الفريق أضاف أن وزير التعليم العالي وجه بحل إدارة النادي وتشكيل هيئة مؤقتة بعد عطلة العيد مؤلفة من أبناء النادي وأساتذة كلية التربية الرياضية يشار إلى أن هناك رابطة شكلت مؤخرا لإنقاذ النادي بعد ورود عدد من الشكاوى ضد إدارة نادي الطلبة نحن أكيد نتمنى الموفقية والنجاح لفريق الطلبة لإدارة الطلبة لكن في ظل هذه الأجواء صارت هناك تقاطعات بين روابط الفريق بين الجماهير بين الإدارة بين الكادر التدريبي أو الكوادر التدريبية وبالتالي ما كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحال كنا نتمنى من الإدارة الطلبية منذ المشاكل التي اندلعت في ظل حسب ما يقولون الإدارة أن هناك غياب للدعم المالي للدعم الوزارة اتركوا المجال لغيركم وانتهى الموضوع وصارت فجوة الآن جمهور فريق الطلبة حسب وصفه يقول لك نحن ندفع الثمن أيضا لابد أن نتحدث إلى أنه في غياب الدعم المادي لنادي الطلبة حلت تقريبا أغلب الفرق يعني نادي الطلبة كان عنده فرق بكرة اليد والسلة والطائرة والناشئين والعاب أخرى الآن نادي الطلبة ما عنده إلى الآن ما عنده ملعب إلى الآن قاعت غير مهيئة إلى الآن مشاكل كثيرة لفريق نادي الطلبة يواجهها في ظل غياب الدعم المادي في ظل الفجوة اللي حصلت ما بين الإدارة ما بين أعضاء الإدارة مو بس على كاظم حتى أعضاء الإدارة البقية فالآن الصيغة القانونية اللي يبحث عنها وزير التعليم العالي ووزارة الشباب يمكن رح تبعد الإدارة الطلابية بصيغة قانونية لأنه نريد الآن لازم أكو صيغة قانونية لكن التعديلات الجديدة تؤكد أنه الآن المشرف على الأندية هي اللجنة الأولمبية مو وزارة الشباب وبالتالي ننتظر لسبوع المقبل ما ستسفر عنه هذه التغييرات طبعا عدسة الشوط الثالث وزميننا محمد الخفاجي كان حاضر في آخر وحدة تدريبية يوم أمس لفريق الطلبة والتقى بالكابتن حبيب جعفر والتقى بعدد من اللاعبين احنا اليوم راح نتحدث عن تقرير عن تدريبات الطلبة وايضا الكابتن حبيب جعفر اللي تحدث للزميل محمد الخفاجي عن ما يدور من غياب مادي أثر على نتائج الفريق نتابع هذا التقرير اللي عدى زمينا محمد الخفاجي بعد كل إخفاقة أو تعثر يتعرض له فريق الطلبة تنهض بعض الجماهير وتقف موقف المعارض لسياسة الإدارة الحالية وتطالبها بالرحيل عن أرويقة النادي الخسارة الأخيرة من القوة الجوية كانت سببا أيضا في تشكيل ما يسمى بالروابط أو التكتلات الجماهيرية تحت عنوين مختلفة أبرزها إنقاذ الأنيقة الإدارة الحالية برئاسة الكابتن على كاظم أكدت وسائل الإعلام في بيان لها إن هذه التحركات تقف وراءها مجموعة معروفة من اللاعبين السابقين الذين يبحثون عن مطامح شخصية تغيير المدربين في أكثر من مناسبة خلال هذا الموسم لا بد أن يكون سببا أيضا في تراجع نتائج الفريق ووصوله إلى المركز التاسع حاليا الملاك الفني المشرف على كرة الطلبة حاليا بقيادة المدرب حبيب جعفر دائب على إبعاد بعض اللاعبين المخضرمين في خطوة يعتقد إنها تصب في مصلحة الفريق وإبعاده عن الأزمات سيما وإنه يطمح إلى تحسين موقع الفريق والمحافظة عليه من التراجع إلى ذيل الترتيب بناد الطلبة تصورتها مثلا 630 مليون بالموسم يعني هاي 630 شو تريد تسوي بس صرفتين يعني كفريق طلبة يعني شو تريد تسوي له هاي 630 يعني انت مثلا هاي ما العقد ما لثلاث لاعبين أربع لاعبين هذا ما تكفي يعني أنت عندك عقود لاعبين عندك مدربين عندك تجهيزات عندك سفر عندك مباريات يعني هاي كلها كلها بالستمية وتلعثين فأكيد تأثر على الفريق على معناوياته بين الفينة والأخرى تخرج جماهير الأنيق مطالبة إدارة النادي بالتناحي جانبا عطفا على سوء النتائج وابتعاد الفريق عن المنافسة على بطولة الدور منذ سنوات طويلة فيما تؤكد الإدارة مرارا وتكرارا إن المشكلة تتعلق بنقص الدعم المالي والذي تتحمله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بغداد للشوط الثالث حمد الخفاجي شكرا محمد على هذا التقرير أكيد إحنا رح نكون معاكم أولا بأول لنتعرف على آلية التطورات طبعا البارحة الوحدة التدريبية ولا عضو هيئة إدارية موجود من نادي الطلبة لأن إحنا أرسلنا فريق عمل حتى على الأقل نشوف إدارة نادي الطلبة على كاظم محمد الهاشمي فاضل الساعد وينهم ماك ولا واحد وجمهور فريق الطلبة قاعد لي برا وللأسف الشديد يعني ما زال رابطة جمهور فريق الطلبة تطالب بإيقالة الإدارة يعني هاي المشاكل ترى صار لها يعني أكثر من أربع خمس سنوات لكن إحنا نريد حلول لأن الوضع إذا أبقى هيتشي أكيد النتائج رح تؤثر وبعدين إحنا أيضا نناشد أي إدارة تيجي إذا ماكو دعم مادي ما رح أتحقق أي شيء لأنه الآن إحنا احتراف زمن الاحتراف وهذا النادي مؤسساتي تابع لوزارة التعليم هناك استقطاعات فإحنا ما رح ندخل في تفاصيل هذا الأمور رح أنهي حلقة إن شاء الله قريبا في الأسبوع المقبل عن نادي الطلبة وما يعانيه وأيضا عن إخفاقات الإدارة أيضا لأنه أكو إخفاقات إدارية وبالمقابل أيضا أكو غياب للدعم المادي لأنه تغيير الوزراء من علي الأديب الحسين الشهرستاني إلى أنا عبد الرزاق العيسي فبالتأكيد تغيير الوزارات وكل وزير يجي عنده في دوجة نظر معينة هذا تأثر على رياضة نادي الطلبة مشاهدين الأحبة حيدر محمد اللاعب الدولي السابق ومساعد مدرب فريق الطلبة في تصريح حصري للشوط الثالث والزمينة محمد الخفاجي تحدث عن قضية في غاية الخطورة القضية تقول وعن لسانه أن هناك تلاعب نتائج مباريات الدوري لا سيما الضغوطات التي تعرضت لها لاعبي فريق الطلبة قبل مباراته أمام فريق الجوية حيدر محمد قال أن هناك مبالغ عرضت على لاعبي الطلبة قبل مباراتنا مع الجوية تحثهم على الفوز مقابل مبلغ مليون دينار لكل لاعب أيضا قال أن بعض من لاعبي الجوية تصلوا علينا وقال أن تشلكم بها لثلاث نقاط نحن دلنافس على اللقب انطونا إياها هذا الكلام في غاية الخطورة هذا الكلام على اتحاد الكرة اتخاذ قرارات رادعة بهذه القضية دورينا نظيف منذ تأسيسه ولحد الآن لكن ما تحدث بالكابتن حيدر محمد يجعلنا أمام علامة استفهام وأمام قضية في غاية الخطورة رح نشاهد ونستمع إلى ما قال حيدر محمد للشوط الثالث ولنا أعوده بعد ما يتحدث نتعبع والله حالياً فنياً يعني نشيرت نقدر نسوي فريق تاسع نحن كمشنا يعني نتمنى نصير سادس أو خامس تعرف احنا ما دا نستمر باللعبات لعبنا اللعبتين شوي نفسياً صعدنا من مستوى اللاعبين وغلبنا وتعادلنا بقينا شهر قاعدين تعرف الفرق اللي جوية وهذا عندهم لاعبين منتخب تسعة لعشر لاعبين احنا ما عدنا لاعبين منتخب عندهم مشاركات ولعبوا فهم بالفورما يعني احنا لعبتنا الأخيرة تعرفوا يعني أغلاط يعني مفنية النماء فردية واعتقد يعني اللعبات الأخيرة وفرق يعني ما محتاجة للنقاط يعني أكثر اللعبات مونزيها ما أشك به يعني نزيها يعني فرق تأخذ من فرق من فرق يعني تأثر على اللاعبين وأنا شبتها في هاي اللعبة تعتقد أكو تلاعب النتائج خلال هذا طبعاً طبعاً هذا الوقت ويعني الفرق اللي مؤجلة هواية يعني أكو تلاعب النتائج أكو فرق ما تحتاجها بعد يقول لك أنا ما أنزل ولا أروح ولا أأخذ أول فتبقى الفرق اللي محتاجة نقط تقدر يعني تشتري يعني أنا شبتها في هاي لعبتنا الأخيرة يعني أكو إدارات تتصلت باللاعبين يعني حتى على مستوى الاتحاد هذول اللاعبين يريدوه هذول اللاعبين يريدوه فاللاعبين إن شغل الله ولحد المنزع اللاعبين مشغولين يعني بهواي لاعبين أو إدارات أو اتحاد يعني موضوع شاروية دون طلبة؟ طبعاً هي يعني حتى اللاعبين هم اللي قلونا قلونا فلان إدارة خابرتنا فلان واحد خابرنا واحد من الاتحاد خابرنا وتعرف اللاعب يعني شك يعني شك نكم شك يعني بينت علينا في هاي اللاعبين يعني هذا ما قال حيدر محمد أنه ماكو نزاهة أكو فرقة تشتري النتائج يعني هذا الكلام الحقيقة في منتهى الخطورة لأنه إحنا كنا وما زلنا دورينا نظيف دورينا خالي من هذه الأمور و الله يبعدنا لأنه لاعبنا أكبر من هذا الموضوع لكن موضوع أنه تشترى المباريات لا هذه قضية في غاية الخطورة إذا رح نتحدث عنها قريبا ونقف عندها لأن هذه قضية لا يمكن السكوت عنها أطلاقا مشاهدينا الأحبة على ضوء اللقاء اللي انفرت به الشوط الثالث في تصريح ولقاء مع سيد رياض عبد العباس رئيس الإدارة السابقة لنادي الشرطة وعملا بحق الرد المكفول اللي يكفل البرنامج لكل القضايا لكل الشخصيات إدارة نادي الشرطة الحالية قررت الرد على ما تفضل بيل كابتر رياض عبد العباس في لقاءه قبل يومين في برنامج الشوط الثالث بعثنا بهذه الوثائق اللي رح نرضها لحضراتكم اللي تبين سلامة موقفه وأيضا سلامة موقف موفد اللجنة الأولمبية السيد سلام عواد اللي كان حاضر في الانتخابات التكميلة لإدارة نادي الشرطة طبعا السيد سلام عواد أيضا طلب أن يكون هناك للمداخلة في البرنامج إن شاء الله إذا أكو صار وقت رح نحاول أن نكون نستمع إلى وجهة نظره وبالتالي هذه الوثائق اللي تعرضها إدارة الشرطة العالي تبين سلامة موقفه أيضا هذا الكتاب اللي بعثه محمد الحلبوسي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يقول ليش أو خاطب إدارة مصرف الرشيد وبالتالي إدارة نادي الشرطة الحالية تقول أنه إحنا موقفنا قانوني واستمدين المباركة من اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب وهناك مباركة من وزارة الداخلية موقفنا قانوني موقفنا رسمي هاي الكتب اللي نعرضها اللي حضراتكم هي ردا على ما تفضل بي الأخ رياض عبد العباس في حلقة قبل يومين وبالتالي إدارة الشرطة اليوم ردت واللي رح يكون محور هذه الحلقة هي رد إدارة نادي الشرطة على اللسان الناطق الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم إدارة فريق نادي الشرطة السيد تحسين الياسري اللي تواجد معانا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعبر الأقمار الصناعية سيد تحسين مرحبا بك ضيفا كريما وكل عام وحضرتك بألف خير مساء الخير أستاذ محمد وكل عام وأنت بألف خير وكل عام والشرقية أيضا ومتابعي الشرقية بألف خير كذلك أحب أوجه الآن التهاني إلى قواتنا الأمنية وقوات الجيش العراقي وحجدنا المقدس وابناء العشار لتحرير ما تبقى من مدينة الموصل في الساحل الأيمن وإن شاء الله سوف يكون العراق ربيعا دائما الانتصارات ودائما ما يحل الأمن على شعبنا العراقي بإذن الله تعالى وأيضا نحن نبارك لقواتنا المسلحة عودة الموصل العزيزة الغالية لأحضان الوطن والله يسلم إيد مقاتلين الأشاوس اللي طردوا دنس داعش من كل ذرة تراب عراقية سيد تحسين حق الرد المكفول اللي يكفل البرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز اليوم يعطيكم حق الرد ولابد أن نستمع إلى وجهة نظر الإدارة الحالية اللي حضرتك أكدت أنه موقفكم قانوني لكن القضاء برأس سيد رياض عبد العباس والقضاء قرر إعادة الإدارة السابقة وعلى ضوء قرارات القضاء العراقي أجرت إدارة رياض عبد العباس اجتماعا استثنائيا تم من خلاله انتخاب ثلاث أعضاء جدد الآن ما هو ردكم لقرارات القضاء العراقي والكتب اللي أظهرها السيد رياض عبد العباس بسم الله الرحمن الرحيم استاذ محمد انت شرت إلى ثلاث نقاط مهمة أول قضية لا هي تبرأت السيد رياض عبد العباس على ما أعتقد من الملفات الفساد وهذا الموضوع يعني فيه مغالطة كبيرة أنا لا أحمل كتب المسؤولية لكن أحمل الشخص الآخر المسؤولية باعتبار أنه السيد رياض عبد العباس خرج مكفلا قبل أيام من دعاوة الفساد بعدما حولت من هيئة النزاهة إلى المحاكم المدنية والتالي المحاكم المدنية دونت أقوال الشهود والمشتكين بدائيا وقضائيا وثم أرسلت إلى لجنة الجنح لجنة الجنايات في النزاهة وقد أخرج السيد رياض عبد العباس مكفلا قبل أيام من هذه القضية وبكفالة هذه قدرها ثلاثة ملايين دينار هي كفالة اعتبارية بحد ذاتها يعني قبل كل شيء والآن الأمور عادت مرة أخرى من المحاكم المدنية إلى الهيئة النزاهة تحديدا في الجنايات جنايات النزاهة وبعد يعني بعد تمام مراسيم العيد سوف تكون هناك أمور تحقيقية أخرى في صدق هذا الموضوع سبق وأن أظهر السيد رياض عبد العباس كتاب من هيئة النزاهة يقول أنه لا توجد عليه تهم في هذا الموضوع في سابق الأمر موضوع هيئة النزاهة يعني هيئة النزاهة عادت الكتب إلى المحاكم المدنية للتحقيق فيها وبالتالي السيد رياض عبد العباس طلب منهم بالكتاب هل توجد بحقه قضية فلم تكن هناك قضية فأعطوا هذا الكتاب للإعلام الآن أنا أتحدى أتحدى سيد رياض عبد العباس أن يأتي بكتاب بعد العيد يقول بي أنه لا توجد عليه قضايا تخص الفساد المالي في هيئة النزاهة أتحدى وأمام الملأ أجمعين طيب سيد تحسين تسمح لي بسؤال يعني ومصدق مؤخرا تسمح لي بسؤال أكيد طيب سيد تحسين الآن حضرتك قرآن أحترم وجهة نظرك بس خلينا نحكي بالمنطق أنت الآن تؤكد أن هناك فساد مالي ارتكبه رياض عبد العباس أوكي إحنا متفقين الآن على ما تفضلت بي طيب معقولة أن القضاء العراقي والنزاهة يسكت على مختلس أو سارق أو مفسد صارت لذي سنين يعني هذا الشوان قضاء يا حبيبي ما هو إذا اسمحت لي يعني أنتوا طلعتوا أنتوا طلعتوا بتهم فساد وبالتالي إلى الآن الرجل حر طليق وإلى الآن دي يجيب كتب وإلى الآن هو ما تنازل وإلى الآن أثبت القضاء العراقي مو آني أثبت القضاء العراقي أنه الرجل ما عليه أي تهمة والدليل أنه إلى الآن هو حر طليق ويروح لبغداد ويسافر ويجي وسافر لسويسرا ووصل للمحاكم الدولية طيب الآن يعني إذا حضرتك تتفضل وتقول عنده تهم والنزاهة تريده يعني ليش تتأخر باتخاذ الإجراءات اللي تثبت صحة ما تفضلت به تفضل سيدي أستاذ محمد أستاذ محمد أنا يعني لا أنكر أن الأمور كان بها مماطلة كثيرة وهناك سبب المماطلة ببعض التدخلات السياسية اللي صارت لكن السيد رياض عبد العباس ليس حر طليق السيد رياض عبد العباس مكفل بكفالات مالية آخرها قبل أيام في محكمة الرصافة وبالتالي المكفل لا يمكن أن تطلق عليه أنه هو بري ولو كان بري لم أكفل الكفالة هي لتحديد موعد مؤخرا يتم التنازل عليه هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع الفساد المالية الآن ذهب إلى إلى هيئة زي ما عدكم كتاب بالتحسين للجنايات ما عدكم كتاب يثبت أنه مكفل وعرضه إذا 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 لا 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 هو إذا إذا السيد رياض عبد العباس لديك كتب لا تثبت كفالته وخلي عرضها أما إذا تريد أنا أحصل لك كتب الكفالة فأنا أواعدك ما بعد العيسى سوف أرسلكك كتب الكفالة اللي خرجت آخرها آخرها كتاب آخرها كتاب تزوير يعني بغض النظر عن الكفالات المالية كتاب تزوير بتاريخ 22-6 22-6 2017 شين هو كتاب التزوير؟ حلول عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام إذا إذا أردنا أن نعرج على كتاب التزوير الجميع يعلم أنه موضوع طرح الثقة الجميع يعلم أنه موضوع طرح الثقة اللي ناله السيد أياد بن أيان من قبل رياض عبد العباس باعتباره ممثل للهيئة العامة ولديك كتب الآن ستة هالك تبين أنه السيد رياض عبد العباس هو من أخذ دور رئيس الممثل عفوا الممثل للهيئة العامة وهذه الكتب ثبت بها واقعة التزوير بعد ما رفع السيد أياد بن أيان يعني دعاوي ضد السيد رياض عبد العباس أثناء محاولة طرح الثقة لم تأتي بنتيجة وبالتالي صادق القرار مبدئيا ومثم صادق تمييزيا لكن المادة 169 بالقانون العراقي في دعاوي عفوا في دعاوي التمييز تقول إذا ما ثبت إذا ما ثبت تزوير في القضية يبطل القرار التمييزي وتعاد القضية مرة أخرى هنا السيد أياد بن أيان ثبت بالجرم المشهود هناك تزوير وتواقع مزورة عليه كانت في أهل أهيئة العامة وبالتالي أخذ الشهود وذهب بهم إلى المحاكم ومن ثم دونت أقوالهم أصدرت المحكمة محكمة الرصافة أمر قابض أتى السيد رياض عبد العباس خرج مكفلا بكفالة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار للتحديد ذي تتلث ملايين هاي خمس ملايين دينار بتاريخ اثنين وعشرين ستة الفين وسبعة ومن ثم بعدما خرج مكفلا ارتعى القاضي المحكمة بكتاب يرسل كتاب إلى وزارة الشباب بالرياضة يطلب بها الوثائق والتواقع والأسماء التي ادعت أنها تواقعها مزورة وتم جرب هذه الوثائق بتاريخ ثلاثة وعشرين ستة أي بعد يوم أي يوم الخميس بتاريخ ثلاثة وعشرين ستة كما بينت واقعة التزوير من خلال المضاهات البصمات ومضاهات التواقع الموجودة والتالي نحن أمام قرار آخر سوف يصدر بعد هذه العطلة يخص موضوع التزوير ويتحمله السيد رياض عبد العباس باعتباره هو الممثل عن الهيئة العامة وبذا كنت أنت ممثل عن الهيئة العامة عليك أن تأخذ الدقة الدقة في جلب التواقع الصحيحة والبصمات الصحيحة من الناس الذين كانوا يرغبون في حال غير ذلك يعتبر هذا الموضوع موضوع تزوير وهذا الموضوع أخذ منحة وجنبة قانونية وأنا لا أريد أن أخلط الأوراق بين إدارة السيد أياد ابنيان وإدارة رياض عبد العباس وإدارة السيد أياد عبد الرحمن فيما يخص فيما يخص قرار الصادر من المحكمة نعم عندي سؤال أستاذ محمد ورح أسئل لك السؤال تفضل أكمل أستاذ تحسين فيما يخص قرار المحكمة فيما يخص قرار المحكمة على إدارة نادي الشرطة الجميع يعلم أن السيد رياض عبد العباس كسب قرار في 2016 بحل الهيئة الإدارية المواقتة نعم حينما ذهب هذا القرار إلى التنفيذ التنفيذ أبلغهم أنه هذا القرار يخص أفوان الهيئة الإدارية المواقتة وعليه السيد رياض عبد العباس طلب أن يفسر هذا القرار من قبل القاضي الأستاذ محمد نديم قاضي المحكمة آنذاك ذهب بكتاب ولديك الكتاب ذهب كان يعني أن تعرضه ذهب بهذا التفسير إلى من؟ ذهب بهذا التفسير إلى المحكمة أجابت المحكمة أنه قرارنا يخص الهيئة الإدارية المواقتة اللي فتح بها ضبارة رقمها 2830 بالتالي أخذ هذا القرار وذهب إلى وزارة الشباب وزارة الشباب جاوبت بكتابهم 1757 بحل الهيئة الإدارية المواقتة كما أجابت بكتابها الآخر اللي هو 1758 اللي قالت بي أن الهيئة الإدارية الحالية لا يمكن حلها باعتبارها هيئة إدارية منتخبة والقرار الذي صدر على الهيئة الإدارية المواقتة وهنا السيد ريال عبد العباس يخلط بهذه الأوراق ويأخذ بالكتاب الأول يذهب به إلى البرلمان وإلى السياسيين ويقول لهم أنه هذه الإدارة مو شرعية وأن حسب هذا الكتاب وكتاب 1758 لا 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 يذهب بهذا الكتاب اللي يفسر أنه هذه الهيئة الإدارية هي هيئة إدارية متخبة كما أنه السيد علي طاهر مدير الدارة القانونية في وزارة الشباب بالرياضة أكد بالكتاب 1758 وأيضا موجود عندك أنه الهيئة الإدارية الحالية هي هيئة إدارية منتخبة والتالي إذا ما أراد حلها يجب عليه أن يقيم دعوة قضائية على الهيئة الإدارية الحالية أو يذهب بمؤتمر طرح الثقة عن الهيئة الإدارية وطرح الثقة الجميع في قانون 18 لا يتم إلا من خلال شرطين أما وجود فساد مالي أما ترد النتائج وبالتالي لا توجد لا فساد مالي ولا ترد النتائج علي أن يذهب إلى المحكمة لا توجد لديه وجه خصومة بيننا وبينه باعتبار أنه إحنا ما متقاطعين معه هو خصومته كانت مع وزير الشباب بالرياضة ذهب إلى المحكمة وعمل دعوة أخرى هذه الدعوة على من عملها على وزير الشباب بالرياضة كسب الدعوة اللي تقول مو من حق وزير الشباب بالرياضة مثل ما أسلفت أنت في بداية حديثك مو من حق وزير الشباب بالرياضة أن يسوي انتخابات ويجري انتخابات باعتبار أن الأندية حسب القانون النافذ للأولمبية 1886 وتعديلات الـ 37 37 نعم بالتالي كسب القرار أصبحنا طرف متضرر في هذه الدعوة صحيح ذهبنا إلى المحكمة وأخبرنا المحكمة أنه تم تعديل انتخاباتنا من القوانين من اللواح إلى القانون النافذ حسب المؤتمر الاستثنائي اللي قمناه واشرفت عليه اللجنة الأولمبية وكان ممثل اللجنة الأولمبية بكتاب رسبي السيد سلام عواد كما الوزارة كان السيد سلام عواد هناك على سفر فأرعثت نعم هو عندي سؤال عفوا للمقاطعة بما أنه ذكرت اسم سلام عواد هو أظهر كتاب عبر الشوط الثالث وقال أن الأولمبية ما أوفدت سلام عواد أوفدت حسن عطية وبالتالي حضور سلام عواد هو حضور غير قانوني بكتاب طبعا من الأولمبية وظهرناه شو نردك سيتحسن استاذ محمد استاذ محمد خلي خلي أوصل لك الفكرة باختصار شوية تحسين سيد ريال عبد العباس يلزم طرف نعم أكيد 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 السيد ريال عبد العباس يمسك طرف ويترك الطرف الآخر موضوع الأولمبية الأولمبية أرسلت السيد سلام عواد بكتاب بكتاب ولديك هذا الكتاب الآن هو معروض أمامك في الشاشة وأرسلت السيد حسن أرسلت لكون السيد سلام عواد كان على سفر فأرسلت السيد حسن لكن لم تلغي كتاب أرسال سلام عواد واضح استاذ محمد فبالتالي حينما حدث حادث يعني وفات الأم الأستاذ حسن ما حضر أجل السيد سلام عواد بالكتاب اللي هو يحمله بالتالي اللجنة الأولمبية لم تلغي كتاب الأستاذ سلام عواد وعلي هذا الكتاب اللي انت حاليا تعرضي أنه اللجنة الأولمبية بعثت لنا بكتاب وقالت أنه الهيئة الإدارية مؤتمرها الاستثنائي مؤتمر ناجح وهو وفق قانون 18 وبالتالي الإدارة الحالية تتعامل وفق قانون 18 لسنة 86 والمعدد 37 لسنة 88 هنا الموضوع انتفي يا ريت السيد ريال عبد العباس يظهر بالمصداقية الكاملة وكان يطلع عندنا كتاب إذا عنده كتاب من اللجنة الأولمبية يلغي كتاب الأستاذ سلام عواد وبالتالي إذا ظهر هذا الكتاب والغاء كتاب سلام عواد نكون إحنا إلى ممنونين وأنا قدام الملئ إذا ظهر كتاب من اللجنة الأولمبية يلغي كتاب سلام عواد من بكرة أنا أتحمل مسؤولية كلامي أنا ورفاقي وزملاء نعمل بالإدارة نسلم الإدارة ريال عبد العباس بحال يظهر هذا الكتاب لا يظل يخلط الأوراق في سبيل يصل إلى مبتغان معين هذا الموضوع خلنا نتركه على جنب إذا عندك بس عندي دقيقة وحدة مداخلة أولا الكتاب اللي ظهره رياض عبد العباس وظهرناه للسادة المشاهدين يلغي دور سلام عواد ويؤكد أن ممثل القانوني حسن عطية هذه واحد اثنين يا أخي الكريم لا يوجد فقرة أو نص في القانون الجديد للانتخابات طرح الثقة أو تجديد الثقة فأنت على شون استندتوا وجددتوا الثقة وطرحت الثقة وين؟ إذا بقانون 18 فما موجود وإذا بالقانون الجديد فإحنا الآن ما نعمل بالقانون الجديد يعني يا ريت حتى نعرف المنفذ القانوني لهذه القضية أستاذ تحسين أستاذ أستاذ محمد إحنا ما ذهبنا بمؤتمر تجديد ثقة ولا ذهبنا بمؤتمر طرح ثقة لهيئة العامة لهيئة العامة اللي هي أعلى سلطة موجودة في النادي وفي الأندي HAB صورة عامة هي أعلى سلطة موجودة ارتأت أن يأتي مؤتمر استثنائي لكثرة الديون الموجودة في ذمة النادي المرتبة من الإدارة السابقة نعم بالتالي هذا المؤتمر الاستثنائي قدموا الهيئة العامة قدمت لنا طلب طلب إذما إلى الهيئة الإدارية الهيئة الإدارية أخذت الطلب ودزتها إلى اللجنة الأولمبية بعد ذلك هذا الكتاب الذي راح إلى اللجنة الأولمبية بعد ما صدرت موافقة اللجنة الأولمبية احنا اخذنا هذا الكتاب وحززناه بالصحيفة يومية حسب القانون النافس لازم ينشر في صحيفة يومية فانشرناه بالصحيفة يومية وحددنا موعد ومكان وزمان المؤتمر المؤتمر اللي صار وكانت عدستكم الكريمة موجودة وانت عرجت عليه بعد انتهاء المؤتمر المؤتمر اللي صار ما كان مؤتمر تجديد ثقاء قرأنا كل التفاصيل المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية بعد انتهاء المؤتمر ارتأت الهيئة العامة أن تجدد الثقة نحن لم نقيم مؤتمر تجديد الثقة ولم نقيم مؤتمر انتخابات ارتأت الهيئة العامة لتجديد الثقة إذا ما تكلمنا عن الأمور القانونية في هذه المؤتمرات أليك هذه المعلومة أنت بتاريخك الرياضي أنا أعرف أن أنت كنت تلاعب وأيضا كنت موظف وتعمل بالرياضة بمجال الرياضة على ما أعتقد يعني منذ نعومة أظافرك هل سمعت شخص 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 ينتخب في إدارة وهو غير موجود أنت سمعت بهذه الشغلة أنا سامحك أبو واحد ينتخبونه بالإدارة أنا أقول لك قبل قليل قلت أن سيد رياض عبد العباس فازوا عنده ثلاثة لا لم يفوزون ثلاثة فازوا عنده أربعة الرابع السيد غالب الزاملي يعني أثناء المؤتمر أثناء المؤتمر الانتخابي ادعى سيد رياض عبد العباس عنده غالب الزاملي كلفه بالوكالة كلف السيد علي عبد الزاهرة بالوكالة أن يكون ممثل عنه ويدخل الانتخابات لا لحظة سيد تحسين قناة آسية قناة آسية لا 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 أنا ما أعرف أنا أعرف قناتي لا قناتي ما تحدث ولا جاب طاري غالب الزاملي ولا يمكن أنا أريد ترد ما تفضلي في البرنامج أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع لا 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 مو أنت استاذ محمد إحنا اليوم إذا ردنا نحتوي الموضوع لا مو أنت لازم ترد نفعر الموضوع كله أستاذ تحسين أنت يعني تعرف إحنا محايدين وإحنا بصراحة اللي يهمنا هو المصلحة العامة تحياتنا الخالصة أحييك أنا أحييك على هذه الحيات وتحياتنا الخالصة لإدارة رياض وتحية إلى كل من يريد أن يخدم بالتالي إحنا ما عندنا مصلحة لكن إحنا نريد نحل وعلى فكرة إحنا في لقاء سابق وحضرتك كنت حاضر طرحنا مبادرة سلم وتصالح مع رياض عبد العباس ومع لواء أياد اللي يوجه للتحية والتقدير الكل اللي يجي يشتغل سيد تحسين لكن إحنا أرجو أن يكون ردك على ما تحدث به رياض في شوط الثالث لن تردلي عليه في برنامج آخر في قضية أخرى في قناة أخرى مو 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 أستاذ محمد لا 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 أستاذ محمد أستاذ محمد نعم نعم أستاذ تحسين أرجوك أنتم تراهنون على الهيئة العامة وتتحدثون أنه أنت تتماشون مع رغبات الهيئة العامة اللي هي صاحبة السلطة في اختيار الإدارة في تجديد الثقة في طرحها في دعمكم نعم طيب ما هو نفس الهيئة العامة حضرت مع رياض عبد العباس وبلغ عددها بالمئات يعني ما رد أقول لك بالعشرات وأنت شفت طيب ذول منين ذول مو أبناء النادي وبيهم شخصيات ثم خليل ياسين شلون يحضر في انتخابات أو مؤتمر استثنائي لإدارة رياض عبد العباس وهو عظم أكتب تنفيذي ما هو الناس هم تقول تقول لعدل شون حضر خليل ياسين قابل حضر لسواد عين رياض لو حضر ممثلا قانونيا عن اللجنة الأولمبية ردلي على هذا الموضوع سيدنا أكيد أنا أحييك على هذا السؤال مبدئيا بعدين خلق أجاوبك الهيئة العامة اللي انت تكلمت عليها اللي احنا نعتبرها سند انه مثل ما تفضلت هي تختلف جذريا جذريا ركز معي جذريا تختلف عن الهيئة العامة أو الاجتماع اللي قام السيد رياض عبد العباس نعم أؤكد لك أنه لا يتجاوز لا يتجاوز عدد 25 نفر 25 شخص 25 رياضي ممن كانوا في الهيئة العامة يعني ممن كانوا في الهيئة العامة خلو بيهيئة العامة تتجدد ممن كانوا في الهيئة العامة هم حاضرين مع السيد رياض عبد العباس أما البقية نقدر نقول على قولة أهلنا يعني بالمثل الشعب يحمل وشيل وناس من غاز الشمال ناس من الكهرباء ناس من هاي يعني هسة إذا عرضنا اليوم إذا أنت تقدر تعرض الهيئة العامة اللي حضرت بالسابق وتعرض ما يدعي أنها هي عامة راح تشوف الأوجه مختلفة لا وجود إلى هيئة عامة هناك ناس والله العظيم ثق برسول الله برسول الله حلاق في منطقة الحبيبية حضر مع سيد رياض حلاق حلاق في منطقة الحبيبية حضر مع سيد رياض عبد العباس سايق تاكسي في منطقة الحبيبية حضر معاني بعد موجه هنا السؤال السؤال جدا جميل الشخص اللي حضرهم نعرفه وهم يعني في مناطقنا في مناطق سكنانة فمن شوفي الصور هم قلت لهم وقالوا والله إحنا ما ندر قالوا تعالوا فطور عازميكم على فطور وتعالوا حضرنا وكلنا وشربنا ويعني وشوفناها حفل مو أكثر يعني بيه يعني مؤتمر لليهي عامة حضرها لادوت أنت تخيل سيد تحسين مؤتمر لليهي هلاهيل هلاهيل بكل المهم إيه استاذ استاذ محمد هذا واقع هذا واقع يجب استاذ تحسين أكو شخصيات منه مثل منه حسين العميدي رئيس الاتحاد سلة حضار محمد طبرة نجم كبير وهو بصفة بصفة يعني أقول لك يعني من يصير مؤتمر إيه بصفة شنو حسين العميدي حسين العميدي تحياتي 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 للسيد حسين العميدي استاذ محمد تحياتي للسيد حسين العميدي إذا لديه يعني مصالح مصالح مهمة مع السيد رياض عبدالحباس خليه أحضر باعتباره أنه متقاطع تقريبا عنده تقاطع مع من يشرفون على السلة في ناد الشرطة وهذا أمر واضح اليوم إذا اختلفت مصالحه أنا عادة أضرب المصالح مصالح الآخرين هذا الأمر واضح أما ممثل عن اللجنة الأولمبية لا لا استاذ محمد أما ممثل عن اللجنة الأولمبية أتحدى خليل ياسين يا ريت يا ريت تتصل بخليل ياسين تقل لي أنت رحت بصفة شخصية أنت معزوم ورحت لو أنت رحت بكتاب رسمي مثل ما راح سلام عوات المؤتمر بالعشر الصبح والله العظيم يا استاذ محمد هذا يا أخوية هس أنت يعني حدث العاقب بما يليق استاذ محمد يعني الفطور بالسبعة ونوص والمؤتمر بالعشر الصبح يعني معقولة ينتظرون السواد عن الرياض على مدى الفطور سبع ساعة بالعشر الصبح لا لا بايش المؤتمر بايش المؤتمر بالعشر الصبح بالعشر الصبح لا لا مسان المؤتمر لا 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 مسان لا استاذ محمد لا 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 المعلومة عند اتخاذ وجهة الدعوة وإحنا رحنا الله هو أكبر بالعشر الصبح يا أخوية غير رحنا كامل استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد إذا المؤتمر إذا المؤتمر بالعشرة صباح أنا أجيك العمان وأنا أفصلك هناك ونما تفهم نتحرك هل ستفصلوا قضيتكم لا 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 مؤرجة يقول لك المؤتمر المؤتمر مسائن المؤتمر مسائن المؤتمر مسائن خلي أقول لك في الشغلة أنا أحد الشخصيات جاوبني عندي خمس دقائق وياك تحسين أجاوبك أجاوبك أياد عبد الرحمن استقالي من الإدارة قبل 8 أيام باختصار جاوبني لا مطلقا لا 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 توجتيش عمر مطلقا لا لا أساسا السيد أياد عبد الرحمن بما أنه رجل مهني بعث كتاب لسيد وزير الداخلية المحترم وقال له إحنا من الممكن أن نتنازل ونتذهب لهذه العاملة للانتخابات لتحديد من هو أفضل وأنا من خلال قناتك سأقول لسيد ريال عبد العباس إذا أنت تريد تدخل الانتخابات تعال تدخل وإذا أنتخبوك 60 شخص تحديدا 60 شخص من الهيئة العامة نحن نتنازل عن الإدارة وكل من يريد أن الإدارة سوف يتنازل عن الإدارة السيد ريال عبد العباس مطلقا هذا كلام عبارة عن زوبعة يظهر من هنا ومهناك يذهب بس اسمحني يذهب إلى البرلمانيين التحديدا يذهب إلى البرلمانيين الشيعة ويتهم الإدارة بأنها إدارة سنية ويتهم إلى البرلمانيين ويت إدارة إدارة سنية لا أخي خلنا ترفع عن هذا الموضوع خلنا ترفع أن نعمل بالرياضة نحصرها من طرح في البرلمانيين أبدا كنا عراقيين وكنا نختم الوطن بعيدا عن الإطائفية المقيتة أنا أستاذ محمد لا أتكلم نعم نعم تحسين أستاذ محمد أنا لا أتكلم لا أتكلم عن فراغ هذا الموضوع هذا سياسيين هناك سياسيين تدخلوا في شأن نادي الشرطة وهم من أبلغونا بهذه التصرفات وأحد السياسيين إحنا جالسين ينبى بعد ما استبصل سيد رياض عبد العباس تصل به يمكن عشر مرات وإحنا قاعدين ينبى مارد على سيد رياض عبد العباس طيب تفضل عندي دقيقتين وياك سيد تحسين وإحنا بصراحة يعني مرحبا بك إحنا الآن في سحنا لك المجال للرد وهو حق مكفول وأيضا حق الرد مكفول لكل من انذكر اسمه بالبرنامج عندي دقيقتين وياك إدارة نادي الشرطة والصراعات وقرارات القضاء العراقي التي يراهن عليها عبد العباس وأنتم تراهنون على شرعيتكم المستمدة من الأولمبية ومن الهيئة العامة مثل ما تفضلت طيب وين رايحين إحنا الآن يعني أيام مباركة مرت وما صالحته وأيام العيد وما صالحته يعني وين راح يستمر هذا الصراع اللي إحنا نخشى تداعياته على نتائج فرق الشرطة اللي هي لجنة أولمبية مصغرة واللي إحنا نشد على نجاح إدارة نادي الشرطة لأنه إذا نجحت إدارة الشرطة نجحت الرياضة العراقية بأقل من دقيقتين سيد تحسين بما أستاذ محمد بما أن نادي الشرطة يعتبر الأولمبية العراقية فأنا أدعو جميع المتنازعين وجميع الأطراف المتنازعة على إدارة نادي الشرطة أن يحملوا مبدأ نكران الذات وأن يذهبوا إلى الانتخابات وبالتالي إذا ذهبوا إلى الانتخابات من ينفس في هذه الانتخابات يترك ويفسح المجال إلى الآخر وكفى الله المسلمين شر القتال وهذا الموضوع هو ليس بتنازل عن حقنا يعني التنازل عن الحق إنما هو الاستقرار إدارة نادي الشرطة وإدارة الشرطة موضوع المال الذي توقف هو موضوع معيب والحمد لله تم أطلاق المال مؤخرا في نادي الشرطة لا نتلاعب بأرزاق هذه العوائل وقوط هذه أكثر من 600 عائلة توقف قوطة قبل العيد والآن تم عادة القوط إليهم نادي الشرطة اللي يريد يعمل نادي الشرطة خلي يكون خدوم نادي الشرطة ويتجلى عن حب الأنا شكرا وبالتالي الانتخابات إذا أرادوا نذهب إلى الانتخابات ونذهب إلى استقرار نادي الشرطة سيد تحسين ياسري شكرا لتواجد حضرتك وردك اللي كفل البرنامج وأرجع وأقول حق الرد مكفول لجميع من ذكرت أسماءهم مرحبا بهم في برنامج شوط الثالث نعتذر من السيد سلام عواد ليضيق وقت البرنامج لكن إن شاء الله قريبا رح نستمع إلى وجهة نظرك نوجه التحية إلى كل اللي يريد يخدم لكن نتمنى هذا الصراع على لا يؤثر على الود لأنه الكل رياضيين والكل يردون يخدمون أكيد الموفقية والنجاح لإدارة نادي الشرطة لجميع الأندية وللرياضة العراقية سادتي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم أنقل لكم تحيات جميع زملائي العاملين في ستوديو البث في الكنترول ومن خلفهم المخرج المبدع دائما علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل أن نلتقي بحلقة جديدة بإذن الله تعالى وأكيد إلى أن يأتي يوم هذه الحلقة أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر أقول لكم في مالا